ارتفع عدد المرشحات المنظمات للدورة الخاصة بتأهيل المرشحات للانتخابات البلدية والتي تنظم على مستوى المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام إلى 150 مرشحة في توقعات بارتفاع هذا العدد ارتفع عدد المرشحات الراغبات في خوض غمار انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة إلى 150 مرشحة بعد قبولهن في الدورة الخاصة بتأهيل المرشحات للانتخابات البلدية في كل من الرياض وجدة والدمام هذه الدورة التي نظمتها مبادرة بلدي بشراكة مع مؤسسة الوليد بن طلال والمعهد العربي لإنماء المدن تستمر على مدى أسبوعين خصص الأسبوع الأول لحضور المرشحات والثاني لمديرات الحملات الانتخابية وتتناول البرامج وورش العمل التي عملت لأكثر من 180 مرشحة ومديرة حملة عدة مواضيع تتعلق بالحملات الانتخابية والتواصل مع الناخبين إضافة إلى كيفية التواصل مع الإعلام وإدارة الموارد المالية ورجحت الناشطة والعضو في مبادرة بلدي الدكتورة ليلى كاظم ارتفاع عدد المرشحات في الأيام المقبلة قبل إقفال باب الترشح وكانت مبادرة بلدي قد نظمت في رمضان الفائت محاضرات توعوية عن أهمية مشاركة المرأة وتشجيع النساء لإصدار هوية وطنية بالإضافة لمحاضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع النساء على المشاركة في اعتبارها تجربة جديدة الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الستوديو الدكتورة هتونة جواد الفاسي المنسقة العامة لحملة مبادرة بلدي إيش الحملة هذه؟ إيش تهدف له؟ هي كانت حملة في أول ما تأسست 2010 ومن وقت ما صدر القرار الملكي بإدخال المرأة إلى المجالس البلدية محولناها إلى مبادرة على أساس أنها معد صارت المطالبة بأن النساء يشاركوا في المجالس البلدية قدر ما هي أصبحت تدعو لمشاركة المرأة في شأن العام بشكل عام وبعد ذلك أخذنا نهيئ المرأة في مناطق المملكة المختلفة للتجاهز للانتخابات لدخول في المجالس البلدية إيش تسوون أنتو إيش اللي تتقدم الحملة هذه للنساء؟ هذه مبادرة وطنية وتطوعية على مستوى المملكة كلها عندنا ممثلات في عشر مناطق من مناطق المملكة وبالشراكة مع عدد من المؤسسات المدنية في السعودية منها المركبة والإقليمية المعهد العربي لإنماء المدن منظمة إقليمية شريك لنا في تنفيذ الورش ومؤسسة الوليد للإنسانية هي الداعمة المادية نعمل ورش على مستوى المملكة أيه؟ قدمنا فيها كانت توعوية للناخبات والسنة هذه ابتداء من يوم الأحد هذا عملنا في منضمن مشروع شريكة اتنين واللي هما نفس الشركاء هذول بدأنا بمجموعة من الورش موجهة للمرشحات للمرشحات أسبوع والأسبوع القادم اللي هو الأحد تبدأ ورشة أخرى لمديرات الحملات اللي يتزاوجوا مع المديرات يتزاوجوا أيضا يمتزجون خليه أحسن بس لغويا ماشي حالة أنت تزاوج ما بين الفكرتين وبين العملين فهتكون على مستوى الرياض وبعد كده جدا عندنا الدمام وتغطي أيضا مناطق المملكة لأنه إحنا بنستقطب أيضا سيدات من كل أنحاء المملكة وأيضا نغطي تكاليفهم أنا جاءت نظيفة قبل كم يوم كانت تقول أنه يعني الاستعداد التي أنتم قاعدين تسوونها تجيبون بعض المرشحات تجيبونهم إلى أوتلات في الرياضة وتسكنونهم وتعطونهم أيضا تدخلونهم في الدورات هذه أنا سؤال لا طبعا هذا بناء على تسجيل مبكر بيسجلوا بيقبلوا الوزارة كيف؟ كيف تكون معكم الوزارة حاليا كيف تشوفين أنت تفاعل الوزارة معكم؟ الوزارة تحتاج أنها تتعاون معنا أكتر لأن الوزارة مهمتها الناخبين والناخبات وهذه طبعا شريحة الأكبر في المجتمع والتي إحنا غطينا جزء منها في السنة الماضية لكن يعني لسه الوزارة تحتاج أنها تشعرنا أكتر أنه إحنا والله بنضيف بنضيف إلى أو بنساهم في المهمة الشاقة اللي أمامها يعني الوزارة الحالها ما تجد تسوي كل شيء وإحنا في الواقع كمبادرة بلدي اجتمعنا مع الوزارة وحاولنا أنه نسق بعض أعمالنا سوى وشو جدته؟ وجدنا أنهم متحمسين جدا للتعاون لكنهم يعني يحتاجوا إلى ندخل في مسألة البيروقراطية يحتاجوا أشياء بيروقراطية هذه لنا هذه لكم هذا ما نقدر نسوي إحنا اللي بيدنا صلاحية حاجة نسوي كل حاجة فإحنا أيضا جزء من مهامنا وخططنا أنه نعمل محاضرات توعوية على مستوى المملكة يعني أنا لسه الشهر الماضي كنت مقدمة محاضرة في تابوك في مديرية التعليم يعني بضيافة أميرية من هناك يعني الأمارة هي التي تساعدكم الأمارة أي أي فالأمير الأمير فهد بن سلطان هو اللي استقبلنا واللي استضافة والمناطق الأخرى فإحنا دحينا في انتظار الموافقات كل منطقة منتظرين موافقة أميرها حاليا منتظرين جيوك منتظر الطايف البلدية برضو متوجهين لللجنة العامة للانتخابات البلدية برضو توجهنا اللجنة النسائية فيها وبانتظار برضو إيش يقولوا يعني هالحية فإحنا قاعدين بنترق كل الأبواب أنت قاعدين تشتغلون صراحة بعيد عن البلدية خدتو لكم مسار وفتحتوا أيضا آفاق ثاني لأن البلدية دحينا حتى كل دوراتها قاعدة موجهة للموظفين حقونها اللي حيتولوا عملية اللي يستقبلون الناخبين لكن طيب من هم هدول الناخبين اللي حيجوا معتمدة فقط على الدعاية يعني الأفلام الكرتونية اللي موجودة في التلفزيون الإعلانات الإعلانات الرسائل الإلكترونية وتشعز يعني ممتاز هذه حاجة يعني جدا لكن كمان لو تتفاعلوا معهم تحتاج أنك تشتغل على الأرض وأنه يستفيدوا من الإمكانات الموجودة العادة بنتو وصلتوله 150 صح؟ إحنا 150 هدف جدا بس ما بين مرشحات وما بين مديرات حملات وعلى مستوى الرياض حوالي 50 سيدة والدمام حوالي 70 بس هذول من المناطق فيه عندنا ناجي من تبوك من جيزان من المدينة من خميس مشيط من بيشا من نجران نتكلم عن 250 اللي استفادوا تقريبا لسه ما انتهت دوبة نبادين هذا أول أسبوع اليوم في الواقع خلصت أول ورشة متى نقدر نقول أنتو نجحتوا في حملة بلدي مبادرة بلدي مبادرة بلدي كانت حملة صارت بلدي نحن تطورنا بعد الموافقة الملكية أو يعني توسعنا أو أصبحت المهم متى نقول إن إحنا نجحنا إن شاء الله إن شاء الله لمن يصل معنا المشاركة المرأة وإحساس المرأة في كل بيت بأنه كلمتها ممكن لها قيمة ورأيها فيما يحيط بيها لذو قيمة في بيئتها المحلية في مدينتها أنا ما حقول إنه لما تترشح وحدة لا ما حقول كده لكن لأنه لأنه يعني هذه ما هي حاجة في يد أحد صح لكن خلينا نقول جزء من النجاح لما ألاقي عدد جيد من النساء يقدمنا بالترشح بس الفكرة مش بالنجاح بالترشح طيب إنه يدخل التجربة الفكرة دكتورة الحين إنه مبادرتكم جدا كويسة لكن إذا كان المجالس اللي قبل ما كان لها وقع عند الناس ما كان لها حضور هل تتوقعين إنه النساء كمان بيكون عندهم ثقة أنه تنجح المجالس البلدية إحنا كنا من 2004 بن طالب إنه نساء يدخل المجالس البلدية ما هم أصلا نساء ما دخل وأصلا ما نجحوا الرجال ما هو أنا ما حكايتك وعند السنة الرجالي لن ينجحوا هذه ما هي مشكلتي عارف كيف أيوة اشتبه أنا أشوف أول شيء النساء تأخذ حقوق استحقاقها الوطني والقانوني واللي هو أساسا كالمفروض يشاركه من 2004 طيب أساسا يعني ثاني حاجة دحينا نأتي إلى مسألة الصلاحيات وهذه أصلا مسألة كنا إحنا مشغالين أيضا عليها على نفس المسار وكنا من طالب بتوسيع صلاحيات المجلس البلدي لأنه طبعا اللائحة حقه 2004 و2009 2011 يعني الدورتين الأولى والثانية لم تكن يعني كانت كلها باللائحة القديمة الأولى حقه 1426 ولي كانت ما هي ما كانت واضحة مو غير واضحة لا صلاحيات محدودة وفيه كان تضارب في الصلاحيات لأنه كان عندك ما تدري البلدية هي اللي تمسك المنتخب لأنه كمان كان فيه عنده تضارب في الصلاحيات كان عندك رئيس البلدية اللي داخل فيه عضو في المجلس البلدي فعندك فيه تضارب في المصالح فيه عندك كانت يعني ما عندهم قرار أو تدخل في الميزانية أو مراجعة لميزانية البلدية والمفروض أنه المجلس البلدي دوره دوره رقابي ومحاسبي فيه تصدقين تقارير صحفية طلعت الفترة هذه أنه كان فيه ناس يعني عندهم شهادة متوسطة وأعظام مجالس بلدية يعني ما كانت التجربة يعني ما نجحت لسه الآن ممكن نتوقع أنه فيه نجاح يعني هو لا لا هو أكيد فيه حيكون نجاح واختلاف لأنه الدورة الحالية صارت فيها نقلة نوعية تغيرت اللوائح صحيح صار فيها كثير من الإشكالات اللي كانت موجودة في اللائحة القديمة صار فيها يعني أخذ بملاحظاتنا بعين الاعتبار بيني بينك سؤال بيني بينك أنت بتشاركين أنا بأسوت طبعا لكن لا ماني مشاركة لا ماني برشوح نفسي أنا يعني يدوبك شغلي لقى فيه سيدات وشابات عندهم وقت أفضر وعندهم طاقة أكبر من طاقتي لا تفسي أنا وصلت إلى الخمسين يعني وما عندي استعداد يبغى لها تفرغ المسألة وفيه يعني السيدات اللي اليوم كانوا معانا في الورشة حاطة هناك على كم واحدة أنهم بيترشحون والله في عدد منهم عدد منهم يعني عندهم استعداد كبير وعندهم طيح حماس وعندهم كثير من وعندهم خلفية أيضا عملية وعمل مجتمعي عمل تطوعي دعواتنا لكم بالنجاح في مبادرة بلدي الدكتورة هتونة لأجواد الفاسي شكرا لك أعطيك الآفية الله خليك